مين يا جماعة لسه ما جرب يعمل ترين تنديشت اللبني والمكدوس انا بحب احكي لكم تنديشت المكدوس من قطي بس النشاط عندي بالعالم فعليا بس لأول مرة بجربها مع اللبني جبت رغيف من الخبز العربية بلشت افتحه رح اخده الجزئية اللي بتيجي من فوق و رح احطها بسنية و ادهنها بزيت الزيتور من الجالين و ادخلها على الفرن حتى تتحمر بهاي الاثناء رح ابلش بالقطع الثاني من الخبز رح انزل عليها كمية وافرة من اللبني اه بدهنها على كل الجهات وبعدها رح انزل عليهم هدول المكدوسات الطيبين اللي بكونوا شوي حرين هنزل المكدوس بهاي الطريقة وبعدها رح ابلش باضافة الخضار طبعا اضافة الخضار او اصلا اي اشي بدكم اضيفوه على هاي سنديش هو اختياري بلشت اضيف شرحات رفيعة من الاخيار و كمان ضفت شرحات رفيعة من البندورة و فيه هون انا ايش اضفته صراحة كتير بحب طعم البصل مع المكدوس فضفت هون البصل الاخضر هيك حطيت عروق رفيعة من البصل و لحد ما خلصت هاي الخطوات كانت الخبزة بالفرن متحمرة هفرجيكم كيف لونها كان عن جد بجنن اخدتها من الصينية وحطيتها فوق الساندوش وبلشت اكسرها و فعليا يا جماعة فعليا هاي سندوشي تستحق انها تطلع ترند و عن جد كتير زاكي ولازم تجربوها و اذا اول مرة عم بتشوفوا صفحتي لا تنسوا تعملوا متابعة و لايك و بتشوفوا كل البديوهات الموجودة على صفحتي و لا تنسوا تدعموني يا جماعة ويعطيكم الف الف عاثية اشتركوا في القناة